أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي في الحلقة الماضية قبل أن نبدأ بالوصايا العشر سردت لكم قصة يوجد مثلها في واقع الإنسان أو قريب منها تبين لنا وضع الإنسان مع ربه على هذه الأرض وسنتحدث عن الآيات التي تلوت جزءا منها في الحلقة الماضية وهي قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات فهذه هي الحلقة الثانية من الحديث عن الوصايا العشر قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات وروا الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه قال من قرأ هذه الآيات عفوا في سورة الأنعام قال ابن عباس رضي الله عنه في سورة الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ثم قرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات أي كأنه يريد أن هذه الآيات هي أساس الدين الذي لا تتغير فيه هذه الأحكام التي وردت لأنها أسس سابثة لا تتغير بتقلب الأزمان والأشخاص ويوجد غيرها آيات يعني ليست محكمة إنما هي متشابهة تركها الله للإجتهاد وفتح فيها مجال الإجتهاد فالعاقل يحمل المتشابه على الأصل بحيث يكون استنباطه للحكم الشرعي موافقا لأهداف القرآن وأهداف الأسس التي جاءت فيه فإذا كان غير ذلك فاستنباطه وحكمه بدعة وخروج عن مبدأ الإسلام يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل يا محمد ويا من آمنت بالقرآن ودعوت إليه بعد محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا بالله شيئاً إذن المحرم الأول الشرك بالله فلا تشركوا بالله شيئاً أي شيئاً من الأشياء روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وفي بعض الروايات الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر فكان أبو ذر يروي الحديث ويقول بعد تمام الحديث وإن رغم أنف أبي ذر يعني الله بدخل الجنة رغم أنف أبي ذر إذا مات لا يشرك بالله شيئاً وفي هذا أو على هذا شاهداً في القرآن حيث يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئاً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ذنب من الذنوب يغفره الله إذا شاء أما الشرك فلا يغفر لابد أن يدخل صاحبه النار خالداً فيها أما غير الشرك قد يعذبه الله بذنبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة فقد دخل النار كما بيّن الحديث لا كما يظن الناس قال لا إله إلى الله خلاص سكر الجنة وانتهت المشكلة لا إذا أراد أن يأخذنا الله بذنوبنا ولو كان صغائر سيعذبنا بها ولكن إن كان التوحيد الصحي مستقراً في قلوبنا لا نشرك بالله شيئاً تكون مصيرنا إلى الجنة وإن شاء الله غفر لنا وإدخلنا بالجنة مباشرة هو القادر القاهر وهو الحكم العدل يفعل ما يشاء إذن أيها الإخوة الشرك بالله من أخطر الذنوب وأول شيء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن هو ترك الشرك بل إن الأديان السماوية كلها جاءت بترك الشرك وإخلاص العبودية والطاعة لله الواحد الأحد كل الأديان لأن أديان الله واحدة كل الدين الذي أرسله الله للبشرية وأرسل فيه الرسل واحد في عندما أنزل آدم من الجنة إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماذا قال أيضا ومن أعرض عن ذكري لم يطع الله فيما أنزل على رسوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فالدنيا يعيش حياة تعيسة يصور له شياطين الإنس والجن أنه يصل لشهواته ومسروره مبسوط لا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى إذن أخطر ذنب الشرك الشرك ليس معناه أن يدعي الإنسان أن هناك رب غير الله ما في حد يقول يعرف أن الخالق هو رب كل شيء وهو سيد كل شيء يعلم هذا بفترته وبعقله وبالكون الذي يدل عليه ولكن عندما يتخذ معبودا مطاعا غير الله فقد اتخذ ربا مع الله فقد اتخذ إلها الإله المعبود المطاع أليها عبدة فقد اتخذ إله غير الله انظروا ماذا يقول يذلك وإلهتك يعني موسى عبترك تأليه فرعون فرعون ماذا قال لما نازعه موسى أنه ينبغي للناس أن يطيع ربهم قال له ما علمت لك من إله غيري صرح ضد ما يقوله موسى لإله يعني المعبود المطاعنة بس فقط وهذا كذا يكون حال الفرعنة ولكن الفرعنة في العصر الحاضر يعلمون أنه إذا صرحوا بهذا تثور عليهم شعوبهم حتى أعوانهم ولذلك يصورون أنهم يطيعون الله وأنهم مع الله ويكذبون بل هم يفترون على الله ويتسلطون على الناس ويردون من الناس أن تطيعهم فإذا تعرضت طاعتهم مع طاعة الله يجبرون الناس على طاعتهم لعلى طاعة الله فمن استحل طاعتهم في معصية الله فقد أشرك مع الله إله آخر في فارق يا إخواني في الذنب الذنب قد يكون ذنبا عاديا أما إذا استحل معصية الله التي ثبتت مثل ما ثبت هذه الأشياء المحرمة ثبتت ثبوتا قطعيا أنها محرمة فاستباحها وجعلها حلالا خرجا من الإسلام لأنه أطاع غير الله إن كان الذي يأمر بذلك أهواءه فجعل إله وهواه وإن كان الذي يأمر بذلك فرعون جعل فرعون إله وهذا شرك فلينتبه كل إنسان إذا أراد أن يعيش في الدنيا بسلام حرا كريما حرية حقيقية ويعيش في الآخرة بسلام فيدخل دار السلام للجنة فلينتبه إلى ذلك وليتجنب الشرك قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشرقوا به شيئا أي شيء من الأشياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فكيف من يجعل الحسين هو يموت في سبيله الحسين عليه السلام كلنا نحبه ولكن لا نموت في سبيله الحسين عليه السلام مات على دين جده محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نموت على دين جده محمد صلى الله عليه وسلم لا نموت في سبيل الحسين فليسمع هؤلاء الذين يقولون يا حسين يا حسين بدلا يقول يا الله يا الله إذا كانوا لا يفهمون الشرق فقد بلغناهم وعلمناهم فإن رفضوا فجهنم محيطة بالكافرين أسأل الله العافية اللهم ثبتنا بقولك الثابت إذن الشرك بالله هو ذنب لا يخفر وصاحبه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا وأي ذنب يختلفه وإن زنى وإن سرق ولكن لا يستحل الزنى إذا قال الزنى حلال إيش هو ما في زنى هي رجعية هذا الكفر خرجنا الإسلام الذي يسرق ويعتبر السرق حلال حلال على الشاطر فأهلويها لا هذا كافر ما هو من المسلمين أما زلت قدمه استمتع شيء من الأشياء فسرقها من صاحبها على حين غفلة منه وعرف أن هذا حرام ومات قبل أن يتوب أو تاب وعاد المسروق إلى صاحبه واستسمحه فهذا يتوب الله عليه أما إذا استحل وتعنت هذا كافر ما هو مسلم استحل ما حرم الله وإن زنى وإن سرق زلت قدمه فلم يملك أعصابه والإنسان ضعيف صار في إغراء شديد فوقع في الزنان معرف أنه محرام سواء كان رجل أو مرأة مثل بعض الأسئلات أحيانا تأتينا أقول فعلت كذا وكذا قلت يا أخي لا تقول فعلت يا أختي لا تقولي فعلت قولي وحدة صار فيها حصل كذا ماذا تفعل؟ التوبة باب التوبة مفتوح الذنب المذنب يعزم على ألا يعود إلى الذنب ويندم على فعلته ويطلب من الله المغفرة وإذا كان الذنب في حقل المخلوق يستسمح من المخلوق فيتوب الله عليه قال الرسول صلى الله عليه التائب حبيب الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال في الآية ولم يسروا على ما فعلوا أما إذا كان يسر على المعصي خاصة من الكبائر وكان يعتقد أنها حلال رجعية ليش تحرموا ليش إنسان من الزنا يا أخي وذلك بسط نار جهنم محيطة بالكافرين كفر باستحلاله ما حرم الله فانتبهوا يا إخواني لهذه المحرمات العشر ليست صعبة ليست ترك الإنسان لها صعبا أبدا ولكن شيطان الإنس والجن بالإغراءات تدفعه إلى هذه المحرمات فلينتبه إلى ذلك أخطرها الشرك بالله شيطان الإنس من الطواغيت يريد أن تكون مطيعة له عابدا له والعبودية والعبادة والتأليه الطاع ألم يقل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني جعلتهم عبيد كيف جعلهم عبيد صار بيعهم ومشتريهم لا صار يأمرهم وينفزوا لازم نفزوا لازم يعملوا كذا اللي ما بنفزوا عاقب مثل أحكام الطواغيت في القرن العشرين هيك قال فرعون ما بنفز بتعاقب الناس صارت حط إشارة في مصر أخطيكم مثال أربعة هيك يعني رابعة العدوية اللي قتلوا فيه أشخاص ليس لهم ذنب إلا أنهم تجمعوا وقالوا لا نريد حكم العسكر بس هذا ذنبهم فصار يعملوا هالإشارة هي تذكير بما حصل يا لطيف هي بيعمل هيك يا لطيف فأصدروا القوانين اللي مرفع هذه الإشارة إن كان من المتفوقين في الرياضة صارت حراموا من كلها يزجن كذا إذا تظاهر تظاهر سلمي ومن حق الإنسان يفتح ثمه ويقول للظالم إنك ظالم من حقه كبشر كمن يآدم ومن باب أولى في الإسلام لا ما يصير تصدر القوانين يعاقب من يتظاهر يعاقب من يعمل هيك كم؟ السجن خمس سنوات على السنوات بالإعدام بالكذا والمفتي الشيطان المفتي الضال اضرب في المليان قتلوهم ليش؟ أنه عاب يعملوا هيك ما يبصر قتلوهم ما يبصر يعملوا هيك هذا النظام والقانون اللي حكم أنزلوا ربنا هيك قال اللي بيعمل هيك حكمه عدام اللي حكمه عقب السنوات وحتى لو كان دون سن البلوغ اخرب بيكم على الإجراء ثم تزعمون أنكم مسلمون إن لم يكن هذا الكفر والشرك والفرعني فما هو الشرك الشرك يحط تمثال ويصليله ما حدا بسوي لا في الجاهلية من قديم ولا في العصر الحاضر الشرك أن تعبد وتطيع وتستحل طاعة غير الله فافهم يا إنسان فمن كان يدعو إلى ترك طاعة الزيد وأن نطيع عبد وزعم أنه متحرر هذا يطلب من الناس أن يتركوا شرك فلان مع الله ويأخذوا شريكا آخر ليسوا متحررين مشركون أما الذي يطلب من الناس أن لا يطيعوا حتى أهواءهم وشهواتهم إذا خالفت أمر الله يطيع الله وحده لا شريك له هؤلاء هم الموحدون وغيرهم الذي يستحل طاعة غير الله هو المشرك هذه كتب الإسلام كلها هذه آيات القرآن موجودة فمن لم يصدق فليعد إلى كتاب الله كتاب الله الصدق العدل الحق أما إذا كان في الحقيقة لا يريد أن يطيع الله ويضيق صدره بطاعة غير بطاعة الله وينشرح صدره بطاعة غير الله لأنه يحصل أهواءه وشهواته ويحصل المال بالحرام ويتصدط على الناس مع زعيمه وفرعونه إذا كان هذا حاله فليعلم أنه من المشركين وسيحشر هو وفرعونه في جهنم وبئس المصير هكذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهكذا بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه أنه سيدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا فمن يقول لك ادخرج من حزب كذا إلى حزب كذا لتترك مئشيل وتتبع زنقوس ما بعرف مين إلى آخره هذا مثل يعني أنتروزير قولك ترك أنتروزير ربما ذكرت هذه قصة من شهور وأذكركم بها قديما كانوا يا إخواني في المقاهي لا يوجد لا راديو ولا يوجد شيء والناس يغلب عليهم الجهل والأمية ذكر لنا والدي أنه كان قبل زبانهم المرأة يأتيها في أيام السفر بلك الحرب العالمية يعني يأتي لها مكتوب من عند ابنها دون الحارة كلها حتى شف لواحد يعرف في كل المكتوب أو يكتب له مكتوب لأبنها وربما اللي شافته ما بيعرف يقرأ على السوا بقرأ كم كلمة وبطبق كم كلمة من عنده أن الجهل منتشر فكانوا يجتمعون في المقاهي وكان يوجد بدل اليوم التلفزيون وقبل الراديو كان حكواتي عنده كتاب عن تروزير وعنده الساعة هي هيك الدورة مثل الدوش بحطها في الظنار فيقرأ لهم من سيرة عن تروزير قال عن ترو ضرب عن ترو عن ترو بطء إلى آخرين ففي يوم من الأيام قرأ في الكتاب وقبض على عن تر ووضع في السجن نظر في الساعة صاية ساعة خمسة طبق الكتاب وقال بعدين منكمل واحد من أتباع عن تر كان ينقسم فريقين شلون في مصر لما كنا عم ندرس هناك من قصومين فريق زمالك وفريق أهلاوي منذر إشو يتقاتلوا شوفوا وسائل الإلهاء والتخدير للشعوب تقاتلوا مع بعضهم كأنه خربت الدنيا إذا غلب أهلاوي على الزمالكاوي إذا غلب الزمالكاوي على أهلاوي فأيضا هذول ناس متعصبين مع عن تر ناس متعصبين مع الزير لما قلل الحكواتي فقبض على عن تر وضع في السجن واحد من ناش غضب قال له كمل عن تر ما يبنى مع الزيم كمل أو لا قال له أنا أو لا عليه الطلاق وما مكمل قال له ما بصير يا أخي بديك تكمل قال له أخوة هاي الكتاب كمل أنت قال له ما بعرف أرى ليس سوي لك ما بديك أكمل حط ساعته في جيبه طبعه كتابه وتماشي ما بديك أكمل لا هذا ما بيعرف في أرى ولا طلع عن تر من السجن راح غضبان على البيت فتح الباب قال له ابنه بابا الأستاذ أنه بده دفتر خراسه لك أبوك على أبو أستاذك طره أخذ البقاب وشبطه لأبنه مفج رقدت المرأة قال لك إيه سوى هذا ضربه هدي عصابك يا غرج مسحت له الدم للولد ربطط له راسه هدأوا الأمور ما بحده يستجل يحكي معه ليش هنتر في السجن فرعون زعجوه هدول الكلاب اللي حوالي فرعون في العصر الحاضر المهم يا إخواني في الصباح ماشي الولد في الطريق شاف صديق والده تعرفه صديقه ومشي معه قال له صديق والده لك أمني ليش يكيك رأسك مفجوج قال له والله ضربني أبوي قال له بيش ضربك قال له بالقبقاب هده البلبسون من خشب قال له معناته أنتش قال لي يا والله يا عمو ما سويت شي جين برحة زعلان قال عنتر في السجين ومدري إيش وكزا عمو قال له اشتري دي دفتر والأخراس وضرب دي قال له الله يسلحه أبوك الله يهدي ولك إيش بده من عنتر هذا الولد ظن صديق أبو بفهم قال له عمو الله يخليك والله قل له لأبوي قال له لك دائما بقل له لك إيش بده يفعك عنتر لك إيش بدك من عنتر قال له يا عمو كمان لك والله نحن ما نستجل يفتح تمنع عنتر أنت صديقه قال له قال له لك يا ما إيش بده ترك عنتر والحاء الزير ما في فايدي طلع في عمو هذا صديق أبو استفدنا إيش بده ترك عنتر والحاء الزير وهذا عمل الناس اليوم تركه فلان طيعه فلان هذا الحزب رئيس علان هذا مبدأه كذا جهيم الاتحاد السوفيتي هذا مبادئ جهيم عند أمريكا مستور هذا يهودي مقمى تركوا هالمبدأ تركوا هالزعيم تركوا هالزعيم استفدنا بدنا إله جديد الأديان السماوية ودين الحق تركوا الجميع وأعطيعوا ما الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هل أدركتم معنى التوحيد هل عرفتم ما هو الشرك حتى تتحرروا من الشرك ولا تشركوا بالله شيئا شيئا من الأشياء ألا تشركوا به شيئا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أي بعد أن يعذب بذنوبه إن كانت له ذنوب أو يغفرها الله دهو فكل ذنب يغفر يغفر في الدنيا إذا تاب صاحبه قبل الموت إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما شاهف ملك الموت ما بغير يتوب توبة لا تقبل من هذا الزنب أما قبل ذلك إذا تاب توبة النصوحة يقبل منه ذلك فكل توبة كل ذنب إذا تاب في الدنيا يقبله الله وإذا لم يتوب ومات ودركته المنية إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه أمره إلى الله أما الشرك فلا يغفر لا بد أن يدخل صاحبه جهنب ولا يخرج منها خالدا مخلدا فيها أبدا إخواني قد يقول قائل إن إحنا ما عليش نزنب شوية زنب ثلاثة المعاصي بريد الكفر مجرد ما تقع في زلة ارجع إلى ربك بإخلاص يتوب الله عليك أما إذا استمررت على قتل الناس والإيذاء والتسلط والعدوان ستصل إلى الكفر والشرك ولن يغفر الله لك أبدا وإن لم تصل للشرك وكانت لك ذنوب كثيرة أو صغيرة وشاء الله أن يعذبك بها فلا تنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال غمسة في النار غمسة وحدها مو تجلس في النار عطول غمسة غطة وطلعها غمسة في النار تنسيك ألذ شيء في الدنيا غمسة وحدها ويقال لك هل رأيت من نعيم قط شفت شيء لزي وسعالي في الدنيا يقول والله ما رأيت نعيما قط وغمسة في الجنة غمسة وحدة أول من دخلك الله الجنة للحظة وحدة يقال لك هل رأيت في الدنيا من بؤس قط فيقول والله لم أرى بؤس قط كل مشاكل الدنيا كأنها لا شيء بالنسبة لهذا النعيم المقيم في جنة الخلد التي فيها ما لا عين الرأات ولا أذن سمعات ولا خطر على قلب بشر استعد لذلك أيها المؤمن فانتبه لألا تقع في الشرك أولا ثم احرص على أن تطيع الله فيما بقي من شرعه ودينه الحنيف نتمم ما جاء في دين الله الثاني المحرم الثاني وبالوالدين إحسانا أن يحرم عليك عقوق الوالدين أن تسئل الوالدين بأي نوع من أنواع الإساءة بعد أن تقوم بطاعتهما والإحسان إليهما قال الله تعالى فأحسن وبالوالدين إحسانا يعني أحسن وبالوالدين إحسانا إحسانا مصدر مؤكد جاء في الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أفضل الأعمال عند الله قال الصلاة على وقتها الصلاة بخشوها أدخل إياك نعبد عبتعط عهد ربك أن تعبدك وحدك يا الله ما أعبد سواك الصلاة على وقتها قلت ثم أي إش في بعض الصلاة قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فانظر أيها المؤمن نفسك وموقعك من هذه الأمور التي هي أهم أمر في الإسلام وقال ربنا تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا قرر الأحسان بالوالدين بعبادته وقرر عقوق الوالدين بالشرك وقضى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ولكن هنا ألفت النظر إلى نقطة هامة هذا الخطاب في الأصل إلى الرجال ويدخل فيه النساء تبعا للرجال لأنهم من جنس واحد ولكن كل إنسان له وظيفة في الحياة وكل إنسان له مسؤولية فالمرأة مسؤولة في بيت زوجها ما مسؤولة في بيت أمها بعد ما تتزوج قبل أن تتزوج مسؤولة في بيت أبيها فطاعتها لأبيها وأمها ولكن بعد ما تتزوج طاعتها لزوجها أما بعد ما تتزوج تترك طاعة زوجها وبعدين تصير طاعة أمها لما بتكون ببيتها أمرة أمها ما بدا إيه أمها عاطفة ما على شي لو ما عطعتها هي بتصير مززوجة الام بتغارم الزوج او عقلة بفتن معه صار بده بنته اتطيع ايش لون تخسر بنته لا ما زوجي يحطيها جنبك انت كنت تتبع عند امك ما زوجي هذه لا يفهمها كثير من الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاز لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ما قال لامها ولا لابها فالذي يكلف بر الوالدين الرجل او الامنهم الذي يكلف بالانفاق على الوالدين ابنهم اما ان نكلف غير ذلك ونقلب دين الله ونقول والله نحن بالاسلام ونحن مسلمين كل واحد بتدعي انه على اسلام اللي هو على الاسلام الصحيح اللي لما تقول له قال الله تعالى بسمع قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسمع ما بتعنت برأيه سنو يكسر كلامه لا بكسر كلام الله ولا يكسر كلامه هذا ليس اتباع عني محمد صلى الله عليه وسلم فانتبهوا ان تنتقلوا من هذه المعصية الى مصائب يصيبكم الله فيها في الدنيا قبل الاخرة والعياذ بالله تعالى ويأتي بعد ذلك المحرم الثالث ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ونتم ان شاء الله في حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة